قال وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي قال إن تنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتطبيق معايير تصنيع الجيد يأتي ضمن خطط الأعمال التنفيذية لتطوير وتحديث الشركات والنهوض بالأداء في مختلف القطاعات التابعة جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير إلى شركة النين للأدوية والصناعات الكيميائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيمويات والمستلزمات الطبية وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ولتنفيذ خطط العمل بالشركات التابعة